موسيقى اخر انجاز مكمل معنا الليلة برعاية بانك في بيروت سوف نتعرف سواء على فارس السفير سوف يخبرنا اكثر عن انجازاته موسيقى 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 بيتسفير انت منجز لبناني اذا كنت اخبرنا اكثر عن انجازك انجازي هو مألف من جزءان اونا سجل براقتين اختراع بالدول اللبنانية واحد عن سيارة سواء موطر الج UP أنا جديد بالتوربو طبعي ماذا تدريس قبل كل شيء؟ ميكانيكو الإنجينيريج في نديو 23 بعد أن تخرجت؟ تخرج؟ أنا تخرجت شوالا كنتم سافر و لا سجلت البراءة واو خبرنا شوالا عن الأنجين ماذا تختارعك جديد؟ الأنجين لا أحبب الأنجين ليس بالسوبر تشارجر الأنجين الأنجين عبارة عن مطار بيولد قوة كبيرة بذات الوقت بذات الوقت هو كثير أفشنط يعني بوفير بنزين مثلاً مطار الأربعة سيلاندر دور ليتر بيعطي 150 أحصان أنا المطار هو ذاته 4 سيلاندر دور ليتر بيعطي بالتسعمية للألف أحصان أوف بذات بذات يعني أنا معي براءة اختراع مسجلة بالدولة يعني أنا وقت عم بحكي هيك أنت بتستعمل سوبر تشارجر للهلا الأربعة سيلاندر لسريعة تسعمية أحصان 100% أنا سوبر تشارجر اللي سجلته كان عندي عقبة لقدر أعمل المطار لأنه بحاجة له لأنه أكيد بس بيمشي على كل سيارة سوبر تشارجر هل دي بدائين هيدا المطار؟ The same The same as an engine سوري ضغط المطار ما بيأزي القطاع كترة الضغط على البطار بس هو الفكرة أنت هيدا المطار هو بيوفر بنزين وبيزيت الوقت كتير قوي يعني فيك تحدد له أوتو يكون 200 أحصان بس أنت عم تستفيد من أنه أكتر إذا بدك مطار يعطيك هال بس فيك تكبس كبسة بيعطيك لها يعني مثل كأنه عم نقول أعتبر التوربو بيفتحه بشركة 1.2 100 تفتح 1.5 أو 2 بايز خبرنا شو أكتر هالبرات الاختراع وين سجلت بس بالدولة اللبنانية سجلت بس بالدولة اللبنانية وعم بعمل لنا ببي سي تي يعني باتن كنفنشن تشريتي هذا بيعنوع بأمريكا لتنعرف بكل دول العالم هل جربت تقدم هذا البروجيت لصانعين السيارات؟ جربت تقدمه لشركة سبايكر بس صار في شواء يعني ما زابطوا المباحة هل تريد أن يسجل الانترناشن قبل ما يعرضوا ويبطل إليه؟ لا لكن هذا البيتنت هلأ مثل ما هو معترفي بالباريس كنفنشن كل دول في شي اسمه باريس كنفنشن للدول السعائية بيتنت طبع معترفي يعني ممنوع حدا يقلده لكنه لا يحتمي مئة بالمئة لا يحتمي عشرين سنة هل تصنعته للموتار؟ لا لديه مطرور لديه مطرور لديه مطرور لأن الموتار يتكلم قليل حسنا حسب المطاري حسب المطاري لتحمل وضغط المطار الانتراب الانترابي الانترابي يمكن أن تستخدم لأنني لا أستطيع لأنني لم أمزيد ولا عدد سيلاندريت ولا أمعليل الرم هل هذا مطاري يكون مطاري أو مطاري هو مطاري ولكن يصرف كثيرا وقام مثل مطاري وقام مثل مطاري وهي فعالية أكثر من مطاري لأن مطاري وقام مثل مطاري وقام مثل مطاري يضعون أكثر أكيد هل تكون أقل؟ 100% لأن مطاري أكل مطاري يصرف كثيرا فارس كيف يحلقك لأن تستخدم السيارة هل هو الهدف أو أن تغتصر أكثر؟ لا أحب أن أفعل السيارة وأحفظ على الطبيعة ما بتصرف بنزين لانه هلأ نحنا واسلين على عصر وانو عم يقل البترول بنا سيارة توفر بذات الوقت لكل محبين الموتر سبورت بس فبتك بتوفر هي تكون سيارة كتير بطيئة يعني بدك توفر بس تظل لك محافظ على السرع مش نيك برك ايجتك الفكرة مية بالمية هو الموتار بوقتة تسمى افشنسي يعني عم تفوت عليه اربع لتر بنزين عم يعطيك 400 جول انا موتاري عم تفوت عليه اربع لتر بنزين عم يعطيك نفس 100 جول يعني اذا فوت عليه برك نص ليلتر بيعطيك الكاتسو اللي نحنا موجود اليوم بالموتار اكتر للعالم يلي بدون هوايات على التراك وانا كتير بشدد يلي بسرع الطريق هيدا كتير خطر وكتير بالراس سوري على الكلمة على التراك يلي حابي بكون عنده سيارة فيها البرفورمانس هيدا الموتار بيأمن له اياها بذات الوقت هو افشنسي من الاخر قدم تصير تعمل بالتنك فيها هون ما فيك تاخد حسب السيارة لان في سيارة يكون وزنة حسب موالتون اكيد ان افريدش فيها توصل على الاربع ميلة بالتنكي من الاخر والمانسوح انا رح اعطي لانو حسيته بثير متمكن من الموضوع ودارسه مزبوط برسي ديس الرامي من الاخر انا اكيد بعطيك وان شاء الله نشوفه فعلا نشوفه فعلا نشوفه فعلا نشوفه فعلا نشوفه مزبوطة زينا شامعون الاخر انا اكيد بعطيك لانا كأدام بحب السراعة دواعي انو سراعة مش بكل الامكاني مسموحة انا اكيد اي يعني مع انو المبلغ هو مبلغ تشجيعي بس بركة كمان انكم عم نساهم بانو يوم ما تعمل بروتوتيب ويشوفه وصير فيك تبيعه هاي من جهة ومن جهة تاني كمان انو بركة هيك اعمال وهك احلام يوم ما بتتحقق بركة اذا بيصير في تعاون مع رالف دباس اذا بنا نعرفك على العراج اللي هو عمل سيارة دابليو موترس يعني بركة اونا بيصير في تعاون ايك بتكون مش بس اول سيارة واقوى سيارة وااغلى سيارة لبنانية بتكون كمان اكتر سيارة واقوى سيارة لبنانية بتكون افشنط بفضلك بركة بيصير في كمان التعاون بتحطونا ايك شوية تحت من الاخر لانا نحن تتعاون وانا اكيد خاق اعطيك مع انو ما كتير بقمت ما كتير بفهم بالسيارات ولا بالموتورات وايك بس حبيت فكرتاك وامن 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 بفكرتاك خاصة انو صناعة لبنانية برافو مرسي لكينا ستة تامس اب برافو من لك فارس بانك في بيروت حبيت تفتح اه؟ اذا فيك تعطي تامس اب انت كمان زيارة تنشجر بحت السيارات بانك في بيروت اكيد رح تفتح لك حساب بالباك ورح تحول لك على مبلغ لكينا 3000 دولار تنحط الاسم لكينا الاسم فارس سفير والمبلغ هو للتلاف دولار والحوالي تمت فارس نحنا بنقلك برافو لكل شي عم تعمله خليك دائما بها الهمة وان شاء الله هيدا كلها العمل اللي عم تقومه وكلها الابتكارات تقدر توسعون وتقدر تتوسع فيه وتوصل اكتر للعالمية وتحتاج بشركات عالمية لانمت ما بتعرف ما فيه ولا صانع لبناني للسيارات اليوم اذا بدك تصنع هيدا الموتور مضطر تروح لبرا بس بالنهي براة الاختراع بترجع على شخص لبناني متلك مش نيكمل ان هنيكمل انقلك برافو وانت يوري يونجا تشيفر نحن بنستخد فيك برافو